السلام عليكم شباب ورجعنا لكم فيديو جديد وهل مرة عدنا هذا اللابتوب الاجبي اللي ظاهر أمامكم هذا اللابتوب موديلة G62 الموديلة الكامل لهذا اللابتوب رح أترككم يا على الشاشة طبعا مشكلة هذا الجهاز إخوان إنه لو جينا حاولنا نربط الشاحن ونريد نشغله ونشوف إنه الجهاز ميت بشكل كلي ولو تنتبهون هنا على الضوء الخاص بالشحن أيضا ما يشتغل ولو جينا فحصنا الشاحن تأكدنا من سلامته سوف نشوف إنه الشاحن سليم ولكن الجهاز ميت فلو جينا عملنا قياس للشاحن بهذا الشكل ثم نشوفنا عدنا 19 بولت على الخرج مال الشاحن وبهذا تكون المشكلة على الأغلب بالجهاز نفسه فراح نحاول أن نصلي حسوية فأخليكم متابعين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أو الشانت ريزيستر إذن المفروض يكون خط المين سليم خلينا نشوف البور سكلايز واصلها بقوار أو لا إذا برجل مع درجان الزباين خط المين سليم مثل ما شفته إذن عدنا مشكلة بأحد الدوائر حتى نصل إلى العطل أول شيء خلينا نجي نطفع الممانعات عن جميع الدوائر ونشوف يا دائرة اللي بي خلل خلينا نزع مصدر أخوان طبعا السعانة حالية مثل الأعمال لأنه لا عندي لا نزلت البورد فيو ولا السكماتيك الخاص بهذا البورد فما أعرف أي دائرة هي دائرة الثلاثة ثلاثة ثلاثة أو الخمسة أو أي دائرة أخرى فخلينا نروح للمزر الثاني وننزل السكماتيك والبورد فيو الخاص بهذا المدربورد وبعدين نبدأ ننفع قياسات بشكل دقيق ونعرف المشكلة شنو سببها فخليكم تابعين قبل ما نروح خلينا ننزع مجموعة التبريد بهذا الشكل يا شباب جبنا البورد واجهنا على المزر الثاني هسا خلي أول شي نقوم به خلي نشوفكم البورد فيو والسكماتيك الخاص بهذا المدربورد طبعا هذا السكماتيك وخلي نجيب البورد فيو أيضا نتهى يا شباب هذا السكماتيك عدران هذا السكماتيك وهذا البورد فيو الخاصة باللوحة الأوم طبعا نجي نشوي إلى ناخد الطرف الآخر ونجي نتعامل أو نشوف الدوائر اللي على المدربورد حتى نبدأ نتعامل ويا دوائر الستاند باي ونشوف الخلل بيها أو بدوائر أخرى أول شي طبعا راح نجي نشوف الملفات اللي ظاهرة أمامنا هي ملفات شنو فبعد السوكت عدنا الملف الأول هذا الشبير اللي هو البيع الخمسة مثل ما شوفون خمسة فولت أليويز هذا ملف الخمسة فولت هذا الكويل الخاص به الخمسة فولت الكويل الآخر اللي بعده اللي صاير هنا هذا البيل تسعة هو الثلاثة فولت أليويز مثل ما أيضا نظاهر أمامكم الملف الآخر بعد السوكت الرامات هذا البيل ون مثل ما شوفه واحد بوينت صفر خمسة وبعده أدنا ملفين أخر اللي هو البيل ثلاثة والبيل أربعة هما دوائر البي كور دوائر تغذية المعالج وأدنا أيضا هنا ملف اللي هو البيل اطناعش البي جي اي كور اللي هو تغذية الخاص بتغذية معالج الرسومات المدمج داخل المعالج وأيضا ما ننسى أدنا هنا بهذا الطرف قرب سوكت الشحن هنا بهذه المنطقة أدنا ملفين اللي هو البيل ثمانية اللي هو واحد بوينت خمسة اللي هو أعتقد تغذية الرامات وهنا عدنا أيضا بيل تو مثل ما واضح أمامكم الاسل سبتم ستة الاف ومئتين وواحد وخمسين أعتقد خاص بالشحن هاي الدوائر كلها اللي على الماذربورد فخي نروح السنباشرة إلى وضع الهاند ونشوف الممانعات على هذه الدوائر ونحاول نشخص أو نصل إلى انتيجة أو فكرة عن نوع العطل قبل ما نربط مصدر الطاقة طبعا أنا حضرت كابل التغذية ربطها بالبورس بلاي فقبل ما نربط البورد خلنا نجي نرفع ممانعات عن الدوائر أرضي من أي مكان دائرة الخمسة الممانعة عليها بالكيلو أوم الممانعة طبيعية دائرة الثلاثة بوينت ثلاثة الممانعة عليها أربع بوينت ثنين أو بأربع بوينت واحد أوم قدنا شورت على دائرة ثلاثة بوينت ثلاثة دائرة الشحن بالكيلو أوم طبيعية دائرة الرامات أيضا بالكيلو أوم ممانعة طبيعية دائرة الواحد بوينت صفر خمسة دائرة البي سي ايج تاتل ستين أوم طبيعية دائرة الكارت الشاشة تغذية كارت الشاشة ثمنت عشر أوم طبيعية دائرة دوائر المعالج أربع وثمانين أوم أيضا القيمة طبيعية إذا مشكتنا بدائرة الثلاثة بوينت ثلاثة مثل ما شفته فخلي نروح نحقن فولت على ذلك الثلاثة ونشوف شنو الأنصر اللي راح يسخن نعدنا حتى نتأكد من سبب العطل فخلي نروح للبورت سبلاي ننزل الفولتية موالتة إلى الثلاثة بوين الثلاثة أرضي من أي مكان اللي يكون هذا التقب اللي هنا ونأخذ ملقط نربط بهذا الشكل خلي ما نحقن ثلاثة فولت خلي نحقن ثلاثة فولت مبدئياً قبل ما نبدئين حقن حقن الفولت خلي أظهر لكم نحط لكم كاميرا على البور سبلاي حتى تشوفون السحر حين نربط كاميرا أخرى نغيركم الكاميرا مع الفيس نلغيها جيد أفوان هساعدنا البور سبا يظهر أمامكم وهذا هو البروب الخاص بالبور راح نجي نحطن ثلاثة فولت على دارة الثلاثة فوين ثلاثة ونشوف ميش قد راح يصير لدينا سحب واشلنا العنصر اللي راح يسخن على دارة الثلاثة فوين ثلاثة فوين ثلاثة بسم الله قد نسحب بحدود ستمية وتسعين ميلي أمبير ستمية وتسعين ميلي أمبير سحب عندنا على الفور سبلاي مثل ما شوفون قد نحرارة خفيفة بهذه المنطقة حين نرفع البولتية شوية ثلاثة فوين ثلاثة نحقن قد نسحب واحد وشوية أمبير طبعا نحقن حرارة بهاي المنطقة والضبط الحرارة عدنا على هذا المكثف خلينا نديكم تحت الميكروسكوب أداة الثلاثة فوين ثلاثة نحقن هنا البولت الثلاثة فوين ثلاثة وعندنا هذا المكثف اللي قاعدة مكتر بيه حرارة خلي شوفكم شوفون حرارة على هذا المكثف خلي نخلي ثنر ونكرر عمية الحقن بسم الله شوفون هذا المكثف اللي جايز كان عندي راح نقوم بانتزاع هذا المكثف ونرجع نشيك الممانعة على داية الثلاثة فوين ثلاثة حسنا قمنا بانتزاع المكثف اللي يبين عندنا عاطل فنجي نرفع الممانعة مرة أخرى أرضي من أي مكان بسم الله والممانعة على داية الثلاثة فوين ثلاثة إذا رجعت بالكيلو ثلما واضح أمامكم على المولتيميتر ومانعة عدنا حاليا بالكيلو طبعا القيمة غير مستقرة بسبب الحرارة اللي موجودة على البورد ثلما شوفون ومانعة داية الثلاثة صارت بالكيلو إذن القيمة رجعت طبيعية وسبب العطل هو هذا المكثف فلنقوم بتعويض المكثف ونجرب البورد مرة أخرى ونشوف راح نحصل على نتائج جيدة ولا أخليكم تابعكم هينجي نعوض المكثف اللي انتزاعنا نعوضه بمكثف آخر جديد قبل ما نقوم بالتعويض خلي نجي نخلي شوية فلوكس هنا نخلي شوية صولدر ام ترموض المكثف اللي اعوضنا المكثف يجري نرفع الممانعة مرة أخرى مثل ما شاهدون اخوان الممانعة عدنا على دائرة الثلاثة بوين ثلاثة رجعت الى الكيلو اوم والقيام اللي ظهره عدنا قيم طبيعية فان شاء الله تكون المشكلة نحلت خلي نروح نربط الموتربورد على الفورت سبلاي ونجرب سوية خلي نشوف ومثل ما شاهدون اخوان ضوء البورد اشتار عندي مباشرة بعد ما حلنا المشكلة ولو جينا اشترفان الفولتيات عن الدوائر دائرة الخمسة بولت عليها خمسة بولت دائرة الثلاثة بوين ثلاثة عليها ثلاثة بوين ثلاثة وبهذا نكون حلينا مشكلة هذا البورد خلي نروح نحط نحطها اه بالآآ نروح يعني نجرب وسوية نشغلها ونحاول نشوف نحن نحص الصورة ولا لا خليكم تعبين طبعا بما انه شفت المعجون الحراري متيبس فرد مرة فشفت استنتجت انه الحالة مع نظام التبريد يرتع لها مثل ما وضح معكم فنحن فاتحين الجاز خلي ننضف لأيال الزبون تكون بمثابة هدية للزبون حل مشاكل الحرارة اضفنا على مجموعة التبريد حتى تنلقي عنده مشاكل الحرارة وايضا نحن فاتحين الجاز خلي نتأكد من انه البطارية مع الارتي سي ما نافذة خلي نشوف اذا نافذة نبدل البطارية مارتي سي ببطارية جديدة خليكم تابعين بطارية ارتي سي مثل ما شوفون 3.1 فولت اذا بعضها جديدة ما تحتاج استبدال الابتوب ونشوف راح نحصل على صورة او لا وضعنا الشاحن وضع الشاحن اشتغل مثل ما شوفون بسم الله الرحمن الرحيم شغلنا الابتوب اشتغل لطفا لانه نحن مصفرين بايز رجاء اشتغل مرة اخرى الفان اشتغلت عرض صورة مثل ما شوفون اللابتوب شغال حاليا حلت المشكلة مالتا الحمد الله والشكر وقبل ما انهي الفيديو احب اقلكم راجعوا وصندوق الوصف اسفل الفيديو راح تشوفونكم فيديوهات مشابه لهذا العطل شوفوها واستفادوا منها وبس الهنا نكون وصلنا لينيهات الفيديو اذا اعجبكم الفيديو ايضا لا تنسونا من الاعجاب بالفيديو وليش تشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتي يوصل لكم كل جديد قاموا ياكم سرق الدايم وقاندر الدابي ديك اشتركوا في القناة